اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن قال لهم حتى لو انا ما كنتش معاكم وانتو بتفتحوا مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم رحما ونسبا احنا اراي بالنبي عليه الصلاة والسلام لان جدة النبي الكبرى السيدة هاجر زوجة سيدنا ابراهيم جد النبي الكبير من مصر والسيدة مارية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام من مصر فاحنا اراي بالنبي ونساي بالنبي فوص علينا الصحابة اطمن وخلي عندك حسن ظن فربنا انه مش هيضيعنا ابدا هذا الشعب الله يحبه لكن ربنا بيربينا وبيعلمنا عايز تتعلم حسن الظن في الله والاطمئنان لأقدار الله شوف ابراهيم بن أدهم لما كان راكب السفينة ونايم ومتغطي واشتدت الأمواج وعلت الأمواج والناس بتسرخ وهو ساكن ينظر إلى السماء فقعدوا يزعقولوا انت نايم كده وسايبنا هنغرق فكشف عن نفسه الغطاء ونظر إلى السماء وقال إلهي أريتنا قدرتك فأرينا عفوك يقولون فسكن البحر كأنه الزيت فاهم يعني ايه يعني من كتر ثقة في رب العالمين يا رب شفنا قدرتك فعله الأمواج يا رب ورينا عفوك يا رب لكنه كان عنده حسن ظن ان رب العالمين مش هيخيب دعوته ولا يخيب رجائه فالبحر سكن بأمر من العزيز الجبار كأنه زيت كأنه مية تقيلة خلي عندك ثقة وحسن ظن ان هذا الشعب محبوب عند ربنا محبوب عند النبي والفرج قريب مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيحكي عن واحد في النار عما يدعي يا رب خرجني يا رب خرجني فرب العالمين قال للملايكة تطلعوا الحديث صيح مسلم طلعوه فضل لربنا سبحانه وتعالى يفكره بذنوبه وبعدين العبد اعترف فقال للملايكة ترجعه تاني للنار فهو راجع للنار والملايكة بتشده قاعد يبص حواليه كده مستغرب فربنا قال له عبدي فيما الالتفات تبص على ايه قال ربي ظننت انك اذا اخرجتني من النار لا تعيدني فيها فقال رب العالمين فلا اعيدك فيها ان كان ظنك في اني مش هرجعك فانا مش هرجعك لان ربنا عند ظن العبد سبحانه وتعالى واحنا كمان يا رب ظننا فيك انك مش هترجعنا الايام الظلم ابدا ولا ايام الاضطهاد ابدا ولا ايام التضييق ابدا احنا متأكدين باذنك يا رب العالمين ان اللي جاي احسن واحسن ربنا يخد بأدينا وينجينا ويهدينا وربنا معاكم والحمد لله يا رب العالمين اشتركوا في القناة